قالت مقاررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا البنيز إن إسرائيل استغلت قضية المحتجزين لإطفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين وتجوعهم وتروعهم في غزة وأضافت البنيز أن إسرائيل كان بإمكانها إطلاق صراح المحتجزين أحياء قبل ثمانية أشهر عندما تم طرح أول وقف لإطلاق النار إلا أنها رفتت ذلك من أجل الاستمرار في تدمير غزة والفلسطينيين كشعب كانت قوات الاحتلال قد ارتكبت أمس مجزرة في مخيم النصيرات أسفرت عن استشهاد 274 فلسطينيا وإصابت أكثر من 698 آخرين بدريعة تحرير أربعة أسرى إسرائيليين